أبدأ الساعة الأولى من الحرة الليلة من التطورات في غزة فمع دخول الحرب الإسرائيلية شهرها التاسع أدرج الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل ضمن قائمة الجنات المرتكبين لانتهاكات بحق الأطفال ورد رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو بالقول إن الأمم المتحدة بقرارها تدخل القائمة السوداء بالتاريخ هذا في حين لا يزال الغزيون يأملون في أن يتم وضع حد لمأساتهم في القريب العاجل فيما تواصل الولايات المتحدة مساعيها على مسارات عدة لإنهاء الأزمة الإنسانية وإقناع إسرائيل وحماس بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بعد دخول الحرب في قطاع غزة شهرها التاسع تشير تقارير منظمات أممية وإنسانية على عدم وجود أي مؤشر على قرب انتهاء معاناة أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع الوضع الإنساني يزداد تدهورا يوما بعد يوم وسط نقص حاد للطعام والماء الصالح للشرب والخدمات الصحية نقص فقمه تراجع دخول المساعدات الإنسانية بخاصة بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي لعملياته العسكرية في مدينة رفح وسيطرته بالكامل على معبرها والحدود مع مصر وحسب الأمم المتحدة تراجعت كميات المساعدات المتدفقة على غزة بنسبة 67% خلال الأسابيع القاللات الماضية من جانبها تواصل مختلف منظمات الإغاثة التنديد بهذا الوضع محذرة من وقوع مجاعة في غزة لا سيما بعد ورود تقارير عن تسجيل أكثر من 7000 حالة سوء تغذية في صفوف الأطفال وفي سياق موازن تستمر حركة النزوح اليومية لعشرات ألاف العائلات التي تفر من القصف المستمر بحثا عن مكان آمن لكن من دون جدوى في هذه الأثناء يستمر الحراك الأمريكي لإيجاد مخرج لإنهاء الحرب ووضع حد لهذه الأزمة وفي هذا السياق تشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من حلفائها في الشرق الأوسط الضغط على حماس للقبول بالمقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار وإطلاق صراح الرهائن الذين تحتجزهم منذ 7 أكتوبر وأشارت المصادر نفسها إلى أن القاهرة أعلمت واشنطن أنها تلقت مؤشرات إيجابية من قبل الحركة من دون أن يتم الإفصاح عن التفاصيل في المقابل ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن جهود بايدن لوقف الحرب قد تصطدم بتعنت الجانب الإسرائيلي إذ أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين ناتنياهو لا يزال يعارض أي مقترح يتضمن وقفا لإطلاق نار دائم في الوقت الحالي وأن أهداف إسرائيل لم تتغير وهي القضاء كليا على حماس هذا وتواجه الولايات المتحدة جبهة أخرى في جهودها لإنهاء الحرب هذه المرة في أروقة الأمم المتحدة حيث أفادت مصادر أدى بأن روسيا والصين تعارضان مشروع قرار أمريكي قدم إلى مجلس الأمن يدعم الاقتراح الإسرائيلي الذي أعلنه بايدن لوقف إطلاق النار في غزة تسببت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بسقوط عدد غير مسبوك من الضحايا بين قتيل وجريح فضلا عن دمار كبير في مختلف القطاعات الحيوية نستعرض مع المشاهدين أبرز الأرقام المتعلقة بالحرب على مدار ثمانية أشهر وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت أن عدد قتل الحرب وصل لستة وثلاثين ألفا وسبعمائة وواحد وثلاثين في حين تجاوز عدد الجرحى ثلاثة وثمانين ألف نسمة أكثر من مليون شخص في قطاع غزة نزحوا من أماكن سكنهم من الشمال إلى الوسط والجنوب ومؤخرا نزح مليون شخص من رفح باتجاه خان يونس وفقا لوكلة أونر والتابعة للأمام المتحدة بحسب وسائل أعلان فلسطينية فقد تسببت الحرب بتدمير أكثر من ثلاثمائة وستين ألف وحدة سكنية في مختلف مدن قطاع غزة وهو ما يشكل نحو سبعين في المئة من المساكن أما المرافق الصحية فقد خرج منها خمسة وثمانون مستشفى ومركز صحي عن الخدمة وزير الصحة في السلطة الفلسطينية قال إن ثمانين بالمئة من مستشفيات القطاع لم تعد تعمل وزارة التربية والتعليم قالت إن أربعمائة وعشر مدارس وجامعات تدمرت بشكل كلي أو جزئي على مداري ثمانية أشهر من الحرب في قطاع غزة ولم تكن مشاهدين أيضا دور العبادة بمنأة عن الاستهداف في هذه الحرب فقد تعرضت خمسمائة وعشرة مساجد وثلاث كنائس للتدمير والاستهداف بحسب بيانات حكومية فلسطينية فإن أكثر من مائتي موقع عثري وتراثي تعرضت للاستهداف بالقصف الجوي أو المدفعي أو حتى خلال المعارك في قطاع غزة ونتحدث أكثر مشاهدين عن هذا الموضوع والوضع الإنساني داخل قطاع غزة ومعي من واشنطن نائم مساعد وزير الخارجي الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى وأستاذ كلية أليوت لشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن جوردون جراي ومن نيويورك الصحفي والمراسل في المونيتر آدم لوتشانتي أهلا وسهلا بكم آدم لوتشانتي أريد أن أبدأ معك رغم منع الجيش الإسرائيلي لعمل الصحفين داخل قطاع غزة إلا أن الأخبار التي تصل من هناك دفعت تقريبا كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باعتبار ما يجري في غزة مروع هل تكفي كلمة مروع لوصف مقتل أكثر من ثلاثة أو ستة وثلاثين ألف فلسطيني وجرح أكثر من ثمانين ألف والقضاء على نحو سبعين أو ثمانين بالمئة من البنية التحتية في غزة نعم هذا الوضع سعب جدا المعلومات الأخيرة من الأمم المتحدة عن الوضع الإنساني في غزة سيئ جدا هناك مثلا اليوم الأمم المتحدة نشرت معلومات عن تسع بين عشرين يعني تسعين بالمئة الأطفال في غزة عندهم فقر الغدائي يعني ما عندهم أكل كافي والمستشفات يستقبل أكثر مرضى من قدراتهم في نفس الوقت بنسبة للأمم المتحدة نشر المقالة اليوم عندهم عدد النساء والأطفال في قطة غزة من هاتوا حالات الوفاة ينقص والجيش الإبريكي أعلنت اليوم عنده الرصيف غزة الغائم استقبل إصلاحات يعني من هاتوا ذلك هناك أشياء إيجابية قليلة لكن بالشكل العام الوضع سيئ جدا في بعض شهور الحرب في غزة أستاذ جراي لو لم نكن نتحدث اليوم عن غزة ألا يمكن اعتبار أن كل ما جرى خلال الثمانية أشهر الماضية هو تعد على كل الخطوط الحمر التي قد تضعها الأعراف الدولية وقوانين الحرب والقوانين الإنسانية حتى الكثير من الناس يتفقون معك بالتأكيد المحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى رأيي أنه على أعلى مستويات القيادة الإسرائيلية وقيادة حماس مذنبون بارتكاب جرائم حرب وماذا سيترتب على هذا الاعتراف من الأمم المتحدة لأننا نستمع إلى رد إسرائيل على سواء كان الرد اللفظي على كل الاتهامات التي توجهها الأمم المتحدة أو الرد العملي باستمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة والتي تؤثر بشكل مباشر على السكان المدنيين هناك لا أعتقد أن الأمم المتحدة أو قراراتها وبياناتها من المحتمل أن يكون لها أي تأثير حقيقي على الموقف الإسرائيلي حتى قبل السابع من أكتوبر لم يكن هناك تأثير ملموس على السياسات الإسرائيلية ولا أعتقد أن هذا سيحدث هذه المرة أعتقد أن الأهم هو المفاوضات التي الولايات المتحدة وقطر ومصر يقومون بها مع إسرائيل وحماس في محاولة للوصول إلى وقف لإطلاق النار وهذا يؤدي إلى تبادل الرهائن والأسرة وتخفيف المعاناة الإنسانية داخل قطاع غزة آدم بالعودة إليك الآن فصلنا قبل قليل بالأوضاع التي يمر بها قطاع غزة والبنى التحتية التي تعرضت بشكل مباشر إلى الضرب أو القصف المرافق الصحية المستشفيات نسبة كبيرة من عدها نحو 75 أو 80% من هذه المستشفيات غير عاملة هناك بالإضافة إلى القصف هناك ما يواجه سكان قطاع غزة يتعلق بالأمراض انتشار الأمراض وعدم إمكانية علاج من تضرروا أو أصيبوا خلال هذه المواجهات إلى أي مدى أيضا هذه الجزئية تترك أثرا كبيرا على الوضع النفسي والصحي داخل قطاع غزة بالنسبة للمدنيين نعم بالنسبة للأمام المتحدة المساعدة تجي إلى غزة لكن الطريق للسيارات والكربانات والكربانات والآخر خطيرة جدا ونرى ذلك من حيث رسيف غزة الأعم من الولايات المتحدة كان عنده دمار بعد أسابيع قليلة في الحرب المستشفات يعمل ويعطي العلاج للمرضا لكن عندهم صعوبات كثيرة في هذا الشغل أستاذ غري رغم الرفض الأمريكي الواضح من ما يتعلق بدخول إسرائيل في رفح ووجود هذه العملية العسكرية إلا أن نتنياهو مضى في تهديده وقام بهذه العملية العسكرية داخل رفح لم تكن الولايات المتحدة صارمة كفاية مع إسرائيل في هذا الجانب أم أن الولايات المتحدة لا ترى بما تفعله إسرائيل انتهاكا أو أن الولايات المتحدة بالفعل لا تستطيع أن تضغط على نتنياهو ما رأيك أعتقد أن المشكلة هي أنه الرئيس بايدن عندما سئل عن الخطوط الحمر أعطى إجابة غير كاملة بدأ بالقول لا يمكن أن نسمح بوفاة 30 ألف فلسطيني آخرين وأيضا قال أعتقد أن إسرائيل بعد المقابلة جيك سوليفان مستشار الأمن القومي تحدث أمام الإعلام ونصحهم بعدم النظر عن كثب وفي نهاية المطاف السؤال كان هل الرئيس بايدن مستعد للقيام باتخاذ إجراءات دبلوماسية صارمة تجاه رئيس الوزراء نتنياهو أكثر مما قاموا به حتى الآن والسجل يوحي أنه غير مستعد لاتخاذ هذه الخطوات أي الرئيس بايدن إلا إذا كان هناك تغير في الموقف الأمريكي خاصة في مقاربة الرئيس بايدن ليس من الواضح بالنسبة لي لماذا رئيس الوزراء نتنياهو لماذا يغير الطريقة التي يدير بها العمليات العسكرية واستمراره في الحرب على غزة آدم بالنسبة لك كصحفي ومتابعة أي المواقف الأمريكية يمكن أن توصف فيما يتعلق بعدم استماع إسرائيل لما تقوله أبرز حلفاء إسرائيل في هذه الحرب وفي مواقف أخرى تحدث عن الولايات المتحدة هل بالفعل لا يستطيع الرئيس بايدن الضغط كفاية على نتنياهو أم أن الولايات المتحدة ترى أن ما يجري هو ليس انتهاكا حتى الآن بالنسبة للحكومة الإسرائيلية ستفعل ماذا تريد في هذه الحرب يعني العلاقات مع الولايات المتحدة مهمة جدا أكيد من هذه المسعدة والعسكري والعلاق للإسرائيليين لكن حدث النظام نتنياهو هو دمار حماس مئة بمئة وبالنسبة لي هذا الحدث أهم من العلاقات مع الولايات المتحدة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية ومن هذه مفاوضات ووقفة طلاق النار ومفاوضات بين إسرائيل وحماس ومن الجانب القطري والمصري أهم شيء للإسرائيل هو دمار حماس والأشياء بعدها ليست مهمة بالقدر حدث العسكري أستاذ غريب يعني مساعي الولايات المتحدة لإدخال المساعدات تمثلت في البداية بإنشاء الرصيف العائم الذي تعطل عن العمل بسبب الظروف الجوية هناك وهناك أنباء تحدثت أنه عاد إلى العمل اليوم ولكن ما زال معبر رفاح مغلق لوجود الجيش الإسرائيلي في الجانب الفلسطيني منه ومصر ترفض التعامل مع الجانب الإسرائيلي في ما يتعلق بمعبر رفاح هذا أدى لتكدس جميع المساعدات الموجودة من الجانب المصري تقارير تتحدث عن تلف كثير من المواد الغذائية بسبب حرارة الجو هناك كيف يمكن العمل على فتح هذا المعبر معبر رفاح وهو أهم المعابر التي يمكن إدخال المساعدات من خلالها الرصيف العائم الذي بناه الجيش الأمريكي ليس هو أفضل طريقة لتوصيل المساعدات الإنسانية أعتقد أنه أكثر كفاءة من عمليات الإسقاط الجوية التي قامت بها الولايات المتحدة ودول أخرى ولكن لا يوجد بديل آخر جيد بديل عن عبور المساعدات عبر المنافذ البرية حتى الشاحنات المسموح لها بدخول غزة محجوزة لفترة أطول مما ينبغي من أجل القيام بعمليات التفتيش والولايات المتحدة حاولت أن تضغط على الحكومة الإسرائيلية كي تسمح بدخول المزيد من المساعدات ولكن المحاولات لم تكن ناجحة حتى الآن هناك أيضا جهود دبلوماسية يتم من خلالها الصعي لوقف إطلاق النار إدخال المساعدات نحاول أن نستعرض مراحل هذه الجهود الدبلوماسية التي كانت الولايات المتحدة وكذلك الوسطى يعني الشركاء فيها على مدى أشهر الحرب الثمانية التي مرت إذن نستعرضها معا هذه الجهود حيث مرت الجهود الدبلوماسية مشاهدين الرامية لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة بمراحل عدة على مدى ثمانية أشهر من الحرب وبدأت هذه الجهود منذ الأسبوع الأولى للحرب بوساطة قطرية أفضت أواخر نوفمبر الماضي إلى هدنة أدت لإطلاق صراح عدد من الرهائن الإسرائيليين مقابل معتقلين فلسطينيين واستمرت أسبوعا لم تصمد هذه الهدنة طويلا سرعان ما بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية في خان يونس جنوب قطاع غزة مطلع ديسمبر الماضي حيث دخلت مصر على خط الوساطة مع قطر للتوصل لهدنة جديدة لم تثمر الجهود المصرية والقطرية عن أي نتائج مل موسى في ظل اشتراط حماس وقفا دائما لإطلاق النار في قطاع غزة وهو ما رفضته إسرائيل خلال هذه الفترة زار وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أكثر من مرة دول العربية عدة بينها مصر وقطر بالإضافة إلى إسرائيل الدفع باتجاه تحقيق اختراق بشأن وقف ليطلاق النار وفي خضم هذه التحركات الدبلوماسية أعلنت قطر أنها ستعيد النظر في دورها وسيطا بين إسرائيل وحماس قائلة أنه تم تساءة استخدام وساطتها من قبل بعض الأطراف لتحقيق مكاسب سياسية بعد تأزم الموقف بشأن التوصل إلى اتفاق الهدنة ألقت الولايات المتحدة الأمريكية بثقلها في هذا الملف من خلال زيارات قام بها مدير المخابرات المركزية وليام بيرنز إلى الدوحة والقاهرة وباريس لدفع باتجاه الهدنة آخر الجهود الدبلوماسية بشأن التوصل لوقف ليطلاق النار في قطاع غزة جاء عبر المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن ولا يزال ينتظر موافقة حماس أعود لضيفي أستاذ كل هذه الجهود التي مرت الجهود الدبلوماسية التي مرت سواء من الوسطاء العرب قطر ومصر أو دور الولايات المتحدة الآن هناك مقترح مطروح وبانتظار الرد حماس على هذا المقترح لكن هل ترى بأن إسرائيل هي قابلة مئة بالمئة لهذا المقترح لأننا نستمع لأصوات داخل الحكومة الإسرائيلية رافض بشكل تام للمقترح الذي طرحه الرئيس بايدن تحالف نتنياهو لا يدعم المقترح والسؤال كما ناقشنا سابقا في هذا البرنامج إلى أي درجة رئيس الوزراء نتنياهو كرس نفسه للقضاء على حماس هذه المهمة كانت صعبة جدا أقول هذا وأنا أنظر على جهود الولايات المتحدة في آخر عقود فيما يتعلق بالقضاء على القاعدة أو داعش يمكن إضعاف هذه المنظمات ولكن القضاء عليها نهائيا غير ممكن كما علمنا التاريخ هناك عقبة شائكة في المفاوضات وهي مدة وقف إطلاق النار هل هو وقف دائم لإطلاق النار كما تطالب حماس أم أنه وقف مؤقت أو محدود لفترة محدودة ربما لستة أسابيع كما يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تفضل تطالب آدم حماس بنص واضح يقول بأن الحرب ستتوقف ولا تكون هناك أي عمليات عسكرية بعد استرداد الرهائن هل هذا يعني بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التوصلي إلى اتفاق وهذه الجهود الدبلوماسية التي تقودها الآن الولايات المتحدة ستوقف يعني الوافقة ستكون سعبة جدا بين الجانبين مثلا حماس في بداية بعد تقديم بايدن عن وقف اطلاق النار حماس قالت أنه حلقة تنظر إيجابيا هذا البيان من بايدن لكن اليوم حماس أعلن في بيان عن من هذه ضربات الإسرائيلية اليوم عن نظام بايدن عندها مسؤولية لهذه ضربات الإسرائيلية يعني بعد أيام قليلة من كلمات بايدن حماس غير نظرها شوي عن جو بايدن يعني مع ذلك وقف اطلاق النار ستكون سيكون صعب جدا بين الجانبين بسبب الحرب تستمر وإسرائيل وحماس لا توافق مع بعض عن النقطات المهمة في الحرب ستادي كراي ما الوسائل الأخرى المتاحة للولايات المتحدة إذا ما رفضت إسرائيل وقفا تاما لإطلاق النار أو للحرب وهو المطلب الذي تصر عليه حماس أن هناك أدوات أخرى إدارة بايدن مستعدة لاستخدامها وكيف يمكن أن نتخيل المشهد هل ستبقى الحرب على ما هي عليه هل ستبقى كل الإدانات الدولية إدانات الأمم المتحدة لما يتعرض له المدنيون ونحن بصدد الحديث عنهم في هذا الجزء من الحرة الليلة أعتقد أن هناك عامل يجب النظر فيه وهو هل بني جانس وهو عضو في مجلس الحرب هل سينفذ تصريحاته بأنه إذا لم يرى خطة موثوقة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة بحلول الثامن من يونيو أي غدا فإنه سيغادر حكومة الحرب وكيف سيؤثر هذا على حسابات رئيس الوزراء نتنياهو وإدارته لهذه الحرب علينا أن ننتظر ونرى بني جانس هذا الموضوع سنتناوله أيضا بعد قليل في الحرة الليلة أدم برأيك هل هناك أي مسارات أخرى للولايات المتحدة يمكن أن تسلكها إذا ما أصرت حماس على وقف دائم لإطلاق النار ورفضت إسرائيل هذا الطلب وبالتالي الحرب يمكن أن تبقى مستمرة يعني من هذه الولايات المتحدة الولايات المتحدة لازم أن تفهم أن أحداث حماس وإسرائيل تقتلث مثلا حماس في العلام العربي في الأسبوع الأخير قال أن حماس يريد دور في غازة بعد الحرب يعني ممكن ليس في السلطة الفلسطينية 100% لكن حماس يريد تثير في أي نظام في غازة بعد الحرب الولايات المتحدة لازم أن تفهم أن حماس لا يريد أن يستمر دورها في غازة والولايات المتحدة لازم أن تفهم واترى أي أتفاق بين السلطة الفلسطينية وحركة فتا وحماس بسبب حماس يريد أن يستمر ويبقى فيه ولكن آدم الأهم من ذلك الأهم من بقاء حماس أو مشاركته في أي سلطة مستقبلية هو وقف التوصل إلى نص واضح يقر بوقف لهذه الحرب بشكل تام وليس بشكل يمكن تفسيره بطريقة أخرى نعم أتفاق بين هماس والأحساب الفلسطينية الأخرى ممكن من الممكن أن يساعد مع وقف أطلاق النار لكن من اللازم نرى ماذا يعني أي أطباق بين الأحساب الفلسطينية يعني حماس سيغير وجهة نظرها عن دولة إسرائيلية أو دولة الفلسطينية في مستقبل هناك كثير الأشياء التي لا نعرف الآن شكرا جزيلا على هذه المشاركة من نيورك الصحفي والمراسل في المونيتر آدم لوتشانتي وأشكر أيضا ضيفي من واشنطن نائب مساعد وزير الخارجي الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأدنى شكرا لكم شكرا لكم